بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين الأذكار الستة يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله بعد التأمر والاستقراء وجدت أن الأذكار التي يوصى بالإكثار منها كما في الكتاب والسنة هي ستة أذكار الستة الأذكار التي سأذكرها لكم الآن تعتبر هي رأس الحربة وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب الذكر الأول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد التزم به طوال اليوم وتستجد أنك في راحة وفي خير عظيم في نهاية اليوم الذكر الثاني كثرة الاستغفار إذا ألهمك الله سبحانه وتعالى وأعانك في وقت فراغك على أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه فأكثر منها فستجد النتائجات حتما قريبة الذكر الثالث ياد الجلال والإكرام والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصان به قال عليه الصلاة والسلام ألض بياد الجلال والإكرام وألض معناها أكثر والزم وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الإسمين لأن فيهما سر عظيم ياد الجلال معناها ياد الجمال والكمال والعظمة والإكرام يعني ياد العطاء والجود ولو تغوص في معناها لو وجدت أنك تثني وتطلب تخيل أنك في اليوم تقول لله مئات المرات ياد الجلال أكيد سيفرح الله بك ومئات المرات تقول والإكرام فالله يعلم حاجتك وسيعطيك الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة وقال عنها كنز من كنوز الجنة لو أنك حافظت على الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمة الذكر الخامس هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الذكر هو قاهر الأحزان وجالب الأفراح فأكثر منه الذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خذها قاعدة العبرة والمنفعة والثمرة في الأذكار والأدعية والرقية تكون في الإلحاح والإكثار والتكرار والتدبر على قدر إكثارك من ذكر الله تنال محبة الله وعلى قدر إلحاحك في الدعاء تستنزل الإجابة وعلى قدر تكرارك للرقية الشرعية يكون فتكك بالشياطين وطردك لسموم الحسد والعين وغيرها أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكل خير انشروا هذا المقطع لأعمى الفائدة به أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين